السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميدي في سنة الأولى متوسطة لحتى أولياء التلاميذ لما يشاهدوا فينا كالعادة معكم أستاذ يسمين ويلا أبنائي وبناتي نشوفوا فرض التاريخ والجغرافية إن شاء الله للفصل الثاني إذن يلا نشوفوا كيفاش يقدر يطحنا الفرض التاريخ والجغرافية هذا الفصل إذن نبدأ بجزء التاريخ اللي عليها عشر نقاط الوضعية الأولى والثمانين الأول اللي ثلاثة يقول يعرف ما يلي إذن نشوفوا كيفاش نعرف الحضارة اللوبية البونية ماسينيسا ولا حضارة اللوبية من نفس الشي ماسينيسا وسيفاكس معتها كل وحدة لازم علي أبنائي نحفظها ولا على الأقل نتفكر التعريف التحر الوضعية الثانية عليها أربع نقاط صنف العبارة التالية حسب الجد والأذناء عندي ملاكي ويراثي زراعة الحبوب الاحتكاك بشعوب الأخرى خط التي فانك مدينة هيبون الإله آمون ماسينيسا وصك العملة أعطيني معتها شكون هما اللي فيه هي نظام حكم نظام اقتصادي علم وفنون معمارية وديانات إذن كل واحدة نحطها بلاستها سهلة جدا هذه الوضعية الثالثة عليها الثلاث نقاط اللي أكمل جدول الموالي وفقا لما درس إذن أحياطيني أحيان المملكة مرة تحياطيني العاصمة وننكمل الاسم الذي عرفت به والله نحن نشوف وشنوه هذا إذن ماسينيسا الماسيل المور سيقا تنجا موريطانيا ونوميديا الشرقية جزء الجغرافي يقول لي كذلك عرف المصطلحات التالية ما معنى الكثافة السكانية والمدن المليونية الوضعية الثانية أربع نقاط أجيب صحيح أو خطأ ما يعتصحي الخطأي إن وجد يتركز السكان في قارة أسيا في الشمال وغرب القارة هل هذا صحيح أو خطأ أو لن صح الخطأ الكثافة السكانية هي عدد السكان في المتر المربع الواحد هل هذا صحيح أم خطأ ونصح الخطأ يتحكم اعتدال المناخ في توزيع السكان وهو من العوامل الاجتماعية وفي الأخير مر نمو السكان بمرحلتين مختلفتين هل هذا صحيح أم خطأ الوضعية الثالثة يقول لي أكمل الفراغ إذن يعطيني الدول يعطيني عدد السكان المساحة والكثافة السكانية هذه الفراغة أبنائي معتها باش نحسبوه السكان باش نحسبوه المساحة معتها الوحدات التحام وباش نحسبوه الكثافة السكانية معتها نحن نحسبوهم لهنا في تونس وسوريا والجزائر وساحل العاج وعنديني نصف نقطة أبنائي لنظافة الورغة إذن يلا نبدأ والتصحيح تعنا تعهد الفرط نبدأ بالمصطلح الأول الحضارة اللوبية البونية معتها أبنائي نحن نهضر على اللوبية والبونية معا إذن هي الحضارة التي ظهرت بعد أن امتزج اللوبيون شون هما اللوبيون هم الأمازيغ أو السكان الأصليون لتلك المنطقة مع البونيون شون هما هما الفينيقيون أو السكان الوفدين معتها لجو إلى تلك المنطقة معتها واش نوكيقوا لحضارة هذه زائد هذه معتها امتزجوا وعاشوا مع بعض إذن شون هو ماسينيسا هو مؤسس وأول ملوك نوميديا الموحدة شارك في الحروب البونيقية الثانية قبل أن يصبح مالكا قام بتوحيد نوميديا الشرقية والغربية سنة مئتان واثنين قبل الميلاد إذن أبنائي من أحسن أنكم كيف تحفظوا التعريفات إلى غير ذلك الشخصية أحفظوها من الأستاذ نفهم لكن نعطيكم أفكار كيف اشتحنا شكون هو سيفاكس هو مالك نوميديا أمازيغي عاش في القرن الثالث قبل الميلاد كان ملكا لينوميديا الغربية واتخذ سيقة عاصمة لها مفهم إذن هذه بالنسبة إلى تعريف كل مصطلح عليه وشنو نقطة 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 إذن يلا الوضعية اللي بعدها قال لي صنف في الجدول إذن أبنائي بالنسبة إلى نظام الحكم عندي نقول ملكي وراثي مفهم ملكي وراثي هو نظام حكم ينقل نظام اقتصادي ما عنده يهدر على الاقتصاد إذن سك العملة وزراعة الحبوب مع تحجة اللي اتطلع للاقتصاد وشنو هي العلوم والفنون مع تحجة فيها ثقافة علوم وفنون إلى غير ذلك عندي مثلا احتكاك بالشعوب باش يعرفوا الثقافة التحل الأخرى مدينة هيبون معتها كانت مدينة ثقافية خط اتي في ناق فون إذن معتها خط من الخطوط كذلك اللي يستخدموه في المعمار أو الخطوط اللي يكتبوا بها أما الديانات اللي كانوا يمنوا بها هي الإله أمو إذن أبناء يتلاحظوا بالليما سينيسا رهيلو كان يكتبونا شخصيات بتكون أحسن إذن ليست نظام حكم لكن داروها في نظام حكم لأنه احكم يعني احكم مدة طويلة فون إذن وهو أول قلنا مؤسس لينوميديا الموحدة إذن يلا الوضعية الثالثة املأ الجدول إذن عندي بالنسبة لينوميديا الشرقية وإش كانت عاصمتها لازم نحفظها كانت عاصمتها سيرتا الإسم الذي عرفت به لعرفتها بماذا عرفت قبل نوميديا الشرقية كانت تعرف بالماسيل من هو أشهر ملوكها هو ماسينيسا مع تهدين نملأها بأشهر الملوك يلا نوميديا الغربية مراهجي عاصمتها سيقة حذرت غلطوا ما بيناتهم ونخلطوا ما بيناتهم إذن الإسم الذي عرفت به الماسيسيل تلاحظوا باللي يعني أسماوات متشابعة بها ما لازمش نغلطوا وشكون اللي حكمها حكمها سيفاكس عندي كذلك مملكة موريطانيا كانت عاصمتها طنجا الإسم الذي عرفت به المور وكان يحكمها ولأشهر ملوكها بوخوس الأول مفهم أبناء إذن كل وحدة لازم عليها نحفظ العاصمة التحر المدة اللي حكم فيها الحاكم وشنه هي الإسم الذي عرفت به وكذلك ما طاولنا شحنا التواريخ لسنصيا نحفظ الدرس التاعي كاملا بش اللي طح لي هذا كو إذن جزء الجغرافية كذلك يبدأني بعرف إذن ما هي الكثافة السكانية هي عدد السكان في الكيلومتر الموربع الواحد معتها في كل كيلومتر الموربع واحد شحنق عدد السكان وتحسب كيف أحسبها لازم نقول بماذا تحسب بقسمة عدد السكان على المساحة اللي عايشين فيها مفهم معتها عدد السكان في منطقة معينة في كيلومتر الموربع واحد على تلك المساحة نحرفش هالكثافة السكانية فيها إذن المدن المليونية أي مكتوبة مليونية وشنو معتها هي المدن التي يفوق عدد سكانها المليون نسمة معتها عندها كثافة سكانية رهيبة كما توكيو القاهرة الجزائر العاصمة إلا غير ذلك معتها تلاحظوا باللي اللي تكون يعني جنغال العواصم مفهم هي المدن المليونية إذن يلا الوضعية الثانية نجاوبوا بصحيحة أو خطأ تلاحظوا أبنائي باللي في 4 خطأ يلا عندي يتركز سكان في قارة أسيا في شمال وغرب القارة هذا خطأ بل يتركز في الشرق وجنوب من شمال من الغرب مفهم إذن في الشرق والجنوب القارة معتها وين كاين بزاف الكثافة السكانية ولا السكان بأكثر يلا الكثافة السكانية هي عدد السكان في المتر المربع الواحد لا بل في الكيلومتر المربع الواحد المتر المربع ما هيش حاجة كبيرة بإنما في الكيلومتر يتحكم اعتدال مناخ في توزيع السكان وهو من العوامل الاجتماعية خطأ بل هو من العوامل الطبيعية بصح الجزء اللي هو الصحيح ويقول لي اعتدال مناخ يتحكم في توزيع السكان طبعا وين يكون المناخشباب السكان يروح يعيشو فيه محشي عيشو في المناطق الباردة ومحشيع يشوف المناطق الساخنة كثير إذن لكن هو من العوامل الطبيعية وليس الإجتماعية مرة نمو السكان بمرحلتين مختلفتين لا بل إنما مرة بثلاث مراحل إذن يلا نروح للوضعية اللي بعدها يقول لي في كل مرة نشوفوا تونس جحلة عندها كثفة سكانية سوريا الجزائر وساحل العاج إذن يلا بالنسبة لي عدد السكان أبنائي نحسبوه بالنسمة هذه لازم ندخلوها في رأسكم المساحة نحسبوها بالكيلومتر المربع نكتبوه زوج صغيرة فوقوه والكثافة السكانية هي نسمة على الكلومتر المربع الواحد إذن نطلع الفوق نلاحظو باللي شوف تحسب بقسمة عدد السكان على المساحة إذن بالآلة حاسبة تاعي نقسم عدد السكان على المساحة هذه قسمة هذه ونكتب هذه قسمة هذه نكتب ونكتب كل وحدة الكثفة السكانية نلاحظو باللي هما اعطاني عدد بعد الفاصلة معلش نشوفو الأستاذة شحال تحب منا رقم بعد الفاصلة ونحط لها شحالتها إذن أبنائي بناتي هذا كان نموذج لفرض التاريخ وجغرافيا للفصل الثاني للأولى متوسط اللي شفنا كيفاش يقدري تحنا ونحن نشوفه نماذج لفروض أخرى طبعا لديه أي سؤال لا إستفساري خليولي في التعليقات نجاوب إن شاء الله عليه في أقرب وقت ممكن وكما نقول لكم أبنائي بالتوفيق إن شاء الله